ومعنا من أنقرة شعبان قرداش مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية سيد شعبان قد يكون من الطبيعية الدعوة إلى اتخاذ الحذر والحيطة وربما عدم الذهاب إلى أماكن بعينها ولكن الأمر بالإجلاة والمغادرة الفورية هذا يحصل لأمر جلل ليس كذلك هل هناك خطر حتمي وداهم استشعرته الولايات المتحدة بتقديرك كما ذكر المتحدث واشنطن أعتقد أن هناك معلومات استخبارية محددة وخطيرة أدت إلى الوضع الحالي كما تعرفون في وقت سابق هذا العام طلبت الولايات المتحدة من مواطنيها لا يسافر إلى مناطق معينة في الحدود الجنوبية لتركيا والسفر إلى تلك المناطق كان يعتمد على تراخيص لكن الآن المدن الثلاثة التي تقع فيها القاعدة الجوية أيضا موجودة على جدول مما يعني أن هناك معلومات استخباراتية عن تهديد محتمل وهناك جهد ربما محاولات عفوا لضرب أهداف أمريكية على الأراضي التركية وأعتقد أنها أدت إلى القرار الحالي وأيضا ربما الأحداث الأخيرة في بروكسل والهجمات الإرهابية دفعت ومقتل المواطنين الأمريكيين لربما أدى إلى وجود تكاهنات باستهداف مواطنين أمريكيين لذلك كل هذه الأمور هي مرتبطة ببعضها البعض ولكن هل هذه المعلومات قاصرة فقط على معرفة الولايات المتحدة الأمريكية وهيئتها الاستخبارية ولم تدركها تركيا لأن تركيا يبدو أنها غير معنية بهذه الأوامر الصادرة لا أعتقد أن تركيا غير معنية بهذا الأمر ليس هناك أي شيء يقترح الأمر الذي ذكرت لأنه خلال الأحداث السابقة عندما طلبت الولايات المتحدة من مواطنينها أن يحددوا سفرهم في ذلك الوقت كان معتمدا على معلومات استخبارية تم تقاسمها بين الوكالات الاستخباراتية الأمريكية والتركية لذلك في هذه الحالة ليس هناك أي شيء يقترح أن تنعدم تنعد مسألة المشاركة في المعلومات الاستخباراتية أنا متأكد أن هناك تبادل للمعلومات الاستخباراتية وهناك تعاون بين الوكالات الاستخباراتية الأمريكية والتركية صحيح ولكن أنا نحكم بالنهاية على التصريحات والمواقف كالصحفيين الولايات المتحدة تقول أن هذه المسألة تمت بالتنسيق مع تركيا ولكن ما سمعناه إلى حد الآن أن أنقرة يعني تعطي الانتباع بأن التنسيق ليس موجود بشكل كامل وتقول أن الأمر يعني الولايات المتحدة إن المعلومات الاستخبارية شيء وكيفية الاستجابة لهذه المعلومات الاستخبارية شيء آخر لأن تركيا ربما قد يكون لديها معلومات استخباراتية متشابهة لكنها لا يمكن أن تخلي مدن بأكملها لذلك الأمر يتعلق بالبلد الذي لديه ربما عدد معين من المواطنين في مدينة ما ولربما يختلف الأمر في استجابة البلد الذي تقع في تلك المدينة لذلك أنا أعتقد أن مسألة تبادل المعلومات الاستخباراتية وتقييم الخطورات تختلف من الولايات المتحدة إلى تركيا لذلك كما قلت في أحداث سابقة تم ذكر في وسائل الأعلام أنه قبل الهجمات في إسطنبول وأنقرة كان هناك تبادل المعلومات الاستخباراتية لكن الإجراءات الوقائية المعينة والخطوات ستختلف لأن هذا بلد مضيف وهذا بلد ضيف لذلك المسؤوليات والاستجابات للتديدات الأمنية بالتأكيد ستختلف شكرا لك شعبان قرداش مدير مركز أشياء الأوسط للدراسات الاستراتيجية من أنقرة اشتركوا في القناة